استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية احتفلت القوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز 209 على 1400 ألمانية الصنع والتي ستنضم قريباً إلى ترسانة القوات البحرية وجدير بالذكر أن الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة تيسين كروب بمدينة كيل الألمانية وتعد هذه الغواصة هي الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية انضمت ثلاثة منها للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمني محدد عكس مدى عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والألمانية وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ونقل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية خلال الكلمة التي ألقاها تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة في إتمام تلك الصفقة وكللها بالنجاح وعوضح قائد القوات البحرية أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استعاب التكنولوجيا الحديثة العنصر المؤهل البشري المدرب زود تأهيل العالي الذي يستطيع أن يتعامل مع كل المعدات التكنولوجية المعقدة المتقدمة في هذه الغواصة والتي دمتلكها الآن لما هو فيه من أحدث معدات موجودة وتقنيات موجودة في تكنولوجيا عالم الغواصات هو أمر طبعاً لا بد منه أن يكون هذا الفرض جدير بالتعامل مع هذه المعدات وكدير باستخراج أكثر كمية وأكبر كمية من قدرتها الفنية والقتلية أيضاً مضيفاً أن هذا النوع من الغواصات هو تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة بتوجه بخالص الشكر إلى الخيادة السياسية للدولة أنها تطرى وتقدر حجم التحديات المقبلة عليها مصر في إطار ما يحدث الآن في منطقتنا هو حاجة القوات البحرية رفع قدرتها بشكل كبير بامتلاك أحدث التكنولوجيات وأحدث الغواصات كمان القيادة العامة للقوات المسلحة عملت وخططت لأن ينجح هذا اليوم بالتفصيل من خلال الدعم والمراقبة والتخطيط لهذا اليوم القوات البحرية لا تعمل مفرطة القوات البحرية بتعمل في إطار القيادة العامة للقوات المسلحة ومن هنا أنا بهني كل القوات البحرية إحنا السنة دي إن شاء الله لعيد القوات البحرية في أكتوبر وإذا طبعا أحسن إهداء للقوات البحرية أن يبقى عندنا إضافة جديدة تتمثل فيه الغواصة الرابعة S44 وانضمامها إلى الأسطول البحرية لمصر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر